السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 24 شباط فبراير طبعا القمر اليوم ما زال موجود في الأسد احنا في فترة خلوم مسار معديها بدو ينتقل لبرج العذراء القمر راح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 31.37 دقيقة فجرا من فجر اليوم السبت لا ينتقل بعدها لبرج العذراء ورح يظل القمر موجود في العذراء لساعة 22.29 دقيقة من عصر يوم الاثنين بعدها بنتقل للميزان القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح الضرر الخراب الإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10.16 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواه وهي منزل للربح والحرية والزواج طبعا زي ما حكينا احنا في فترة خلوم مسار مستمر لغاية الساعة 11.37 دقيقة من فجر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء يعني من الآن ولغاية هذا الوقت هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 31.37 دقيقة فجرا القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة منول المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء ما يعني نظام غذائي أو تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا نذهب للعمل بحيوية نركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء منكون منظمين جدا الناس في هاي الفترة نادرا إنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لأنه شوي العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هذا الوقت هو أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المخدرات أو المهدئات ويمكننا الحصول على حيوان أليف وقراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة يعني الضغط أو المشاكل أو التوتر النفسي فعشان هيك ممكن يتعرضوا للحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الشمس يعني اكتمال القمر بدر الساعة 12 و30 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع ما بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 8 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة لازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تثلية ايجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كان مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي حمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة من احضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية لا إلها ولا لغيرها إلا إذا كانت اضطرارية لأنه برضو اليوم ما راح يعني فترة اكتمال القمر جيدة للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة أو بدهم يتبرعوا دم مثلا فهي فترة ممتازة للعمليات الجراحية نتركها للأمور الطارئة إن كانت يعني الأمور اللي تتعلق بتجميل أو غير تجميل والأعضاء اللي أنا بدأ اللي ذكرتها هاي نهائيا لأمعاد دقيقة الأعور القلون جهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم العيون الأذنين أجهزة الإحساس هاي ما نعمل لها نهائيا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي القمر بما إنه استقر في برج العذراء خلو المسار القادم بيكون الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح يوم الاثنين ستة وعشرين اثنين ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل بدر خمسة عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة عصرا بيصغير ستة عشر يوم نسبة الإضاءة برضو مية بالمية يعني يوم أمس واليوم مية بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الأسد ورح ينتقل للعذراء زي ما حكينا رح يظل في العذراء ليوم ستة وعشرين اثنين منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم احداش ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الدلو حتى يوم اثنين وعشرين ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم العمل أكثر من المعتاد خلال هذا اليوم وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل لا اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن داعم واتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وشركائكم وحاذروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بالظر رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيط كل فلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط بيكون هذا اليوم من الأيام المميزة والأوفر حظاً بالنسبة لعلك بتشعر بالطمعنينة والراحة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تشعروا ببعض الحزن في بعض الأوقات أو التعب أو بتبحث عن ملاذ آمن أهميش أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك ابتلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة ممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية الطارئة التي توترك شوي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان كونوا أكثر وعياً على طرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد مع أخ أو جار طبعاً اليوم بيسجلك لقاء مهم أو اتصال مفيد تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو ممكن يكون عندك مقابلة أو لقاء أو امتحان ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري يعني فترة ممتازة لا إلك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً خففوا من النفقات قدر المستطاع ويبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة والضياع ممكن تناقشوا موضوع مالي أهمش أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقذين قبل توقيع على العقود وحاولوا أنك تحددوا أهدافكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد في نوع من أنواع الحماسة والوضوح بالأفكار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأنه بسيطر التعب الشديد عليكم فهي ممكن تفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك برضو بدك تحمي نفسك من المحتالين ابتدى وطيرتك وبتتراجع الأرباح والحيوية وهي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال وأي شخص بوعدك بشيء لا تثق فيه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية بتكون عندك واضحة فعشان هيك اليوم بدك تستغله لأنه في دعم كبير لايلك وممكن تتخذ بعض القرارات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن في نوع من أنواع الاندفاع والحماسة اللي رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك العالي جدا بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم التركيز على الأموال المشتركة بنك، ضريبة، تأمين فعشان هيك اتفحصوا حساب مالي مشترك خففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لألكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهدكم نحو البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة فبتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة فيه نوع من أنواع الضغط الكبير بالنسبة لألك والوضع ممكن شوي يكون في بعض الصعوبة عشان هيك يعني بدك تركز وخصوصا ما بين الأزواج تحديدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر